مشاهدين ده الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعية عبر الكتاب وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ميري كريسماس لحضراتكم ولأسركم وصلي أنه الرب الذي أحبكم وأتى من أجل خلاصنا جميعا أن يمنحكم السلام ويحفظ حياتكم ويجعل حياتكم كلها لمجد المسيح من أهم الموضوعات المسيحية التي دائما يطرح حولها أسئلة هو موضوع تجسد المسيح علش كده موضوع النهاردة هو أسئلة حول تجسد المسيح لكن تجسد المسيح مرتبط بحقيقة مهمة جدا وبسؤال مهم وجوهري ممكننا أن نخفله أو نهمله وهذا السؤال هو من هو يسوع المسيح من أهم الأمور التي تساعدنا على فهم التجسد هو فهمنا لمن هو يسوع المسيح هل يسوع المسيح مجرد إنسان عادي عاش على أرضنا منذ ألفين عام هل يسوع المسيح هو مجرد معلم عظيم يشهد له الجميع بأن ما قاله وما علمه لم يعلم به أحد من قبله أو من بعده أم قالنا يسوع المسيح هو مجرد نبي كباقي الأنبياء الذين أرسلهم الله لهداية البشر هل هو نبي كباقي الأنبياء أم هو شخص مختلف إيماننا المسيحي وده موضوع كلمنا في كتير ونقشنا فيه كثيرا جدا إيماننا المسيحي مبني على أن يسوع المسيح هو كلمة الله الأذلي الموجود منذ الأذل المساوي للآب في الجوهر الذي أتى إلى أعلمنا هذا هو إيمان المسيحي فلما نيجي نتكلم عن التجسد هذا هو المفهوم الذي حوله يدور مفهوم تجسد المسيح لكن أجي إلى نقطة مهمة هل التجسد معناه أن الله تحول إلى إنسان كما يدع البعض ليس هذا هو المفهوم المسيحي فالله لم يتحول لأن التحول في ذاته يعني تغيير للشخص فإذا تحول شخص إلى شخص آخر أو كائن إلى كائن آخر فقد صفاته الأولى لكيما يصير كائنا مختلفا فحاش لله أنه يتغير وحاش لله أنه يتحول فالتجسد ليس معناه أن الإبن الأزلي تحول إلى إنسان دي نقطة مهمة جدا في فهمنا للتجسد المسيح الله لم يتحول الكلمة سارة وكلمة سارة معناها اتخذ جسدا وليس معناها تحول إلى جسد هل التجسد معناه أنه إنسان صار إله ودي فكرة وهرتقة كانت في العصور الأولى المسيحية هي هرتقة التبني أن الله رأى في شخص يسوع شخصا جميلا رائعا تقيا إنسانا يعيش بحسب قلب الله وحسب نومي صلى الله فالله قال أنا هرفعه واجعله إله هذه بضعة وهذه هرتقة فالتجسد ليس معناها أن إنسانا صار إلها وما قال إيه معناه التجسد التجسد هو اتحاد أن الإبن الأزلي كلمة الله الأزلي اتحدى بجسد الكلمة الذي هو غير محدود لأنه هو جوهر الله نفسي جوهر الله الكلمة الغير محدود الروح اتحدى بجسد دون أن يغير هذا الجسد من طبيعته الغير محدودة ودون أن يؤثر الطبيعة وتؤثر الطبيعة الغير محدودة على الجسد المحدود فنراه إنسانا كاملا وإلها كاملا في نفس الوقت ده معنى التجسد طيب نيجي إلى الفيديو مهم جدا أوقات كثيرة بيبقى محمد التاعب يعني بينتقد المسيحية لكن أوقات بيلخص لنا المسيحية كويس وأعتقد أنه فاهم وأوقات كثيرة بسأل الشخص اللي فاهم هذا الإيمان المسيحي لماذا هو لم يتغير بعد كويس أقول لأنه هذا التغيير يحتاج إلى عمل روح الله هو فاهم وعارف الإيمان المسيحي لكن لسه روح الله لم يعمل في قلبه لم يغير قلبه الاستنارة الداخلية عمل روح الله في حياة الإنسان هو ده اللي بيخلي الإنسان يتغير لكنه في الفيديو ده بيلخص لنا بيلخص لنا العقيدة المسيحية وأنا لقيت تلخيصه كويس يعني شاطر فخلونا نسمع الفيديو ونعلق عليه هو اليوم اللي المسيحيين بيحتفلوا فيه بنزول الإله من السماء المهم إن المسيحيين بيؤمنوا بتلت أقانيم من جوهر طيب أنا هقف كده بس أنا هطلب من المخرج لو يسمعني أنا كمان في ودني الفيديو لأن أنا مستمع علشان أقدر أتابع مع حضراتكم خليني ألعبوا من الأول عيد الميلاد المجيد هو اليوم اللي المسيحيين بيحتفلوا فيه بنزول الإله من السماء المهم إن المسيحيين بيؤمنوا بتلت أقانيم من جوهر واحد كويس جدا فيه بقى أقنوم من التلت أقانيم دول عندنا الأب والابن والروح القدس الأقنوم رقم اتنين اللي هو الابن هو ده المسيح المسيح عليه السلام بداية وجوده مش ولدته من مريم زي ما المسلمين بيعتقدوا لكن عند المسيحيين المسيح ده كائن أو أقنوم أو إله أزلي موجود من البداية مولود من الآب قبل كل الدهور فبالتالي الأقنوم التاني اللي هو الابن الابن ده أراد إنه ينزل من السماء ويعيش على الأرض كإنسان علشان يحقق عقيدة الصلب والفداء طيب متشكرين هو لخص لنا الإيمان في الثلوس ولخص لنا طبيعة المسيح وإيماننا المسيحي في طبيعة المسيح هو طبعا لا يؤمن بما يقول هو بلخص لنا الإيمان المسيحي ولخص لنا لماذا أتى يسوع المسيح ودي نقطة مهمة جدا لكن من أهم الأسئلة أيضا التي يترحها البعض ويحاول إنه ينتقد فيها وينقض الإيمان المسيحي حول عقيدة التجسد هو هل الكتاب المؤدس يعلم صراحة عن تجسد المسيح يعني هل الكتاب المؤدس فيه مضمونة أنا أتكلم عن العهد الجديد بالأخص هل الكتاب المؤدس والأناجير نفسها تعلم عن التجسد الإلهي نعلم أن الكتاب المؤدس تعلمنا عن الميلاد العذراوي وهناك يعني متى ولؤة كتبوا بالتفصيل عن ميلاد المسيح العذراوي لكن التجسد هو هو زي ما قلت إنه اتحاد اللهوت بالنسوت كويس هل هذه العقيدة واضحة جدا في أصفار العهد الجديد وبهذا صارت جزء أساسي من الإيمان المسيحي أم أن هذه العقيدة هي من اختراع البشر واختراع أباء الكنيزة زي الفيديو اللي قدام حضراتكم دوان يسأل نفس السؤال هل هو عقيدة كتابية؟ أيوة هل التجسد عقيدة كتابية؟ طبعا نحن كمسيحيين نؤمن إنه لا يمكن أن تبنى عقيدة أساسية مسيحية على شاهد أو اثنين أو ثلاثة مش ممكن لا عقيدة لهوت المسيح ولا الثلوس ولا عقيدة التجسد ولا عقيدة خلاص الإنسان ولا الإيمان بالصلب وموت وقيامة المسيح ولا الإيمان بمجيء المسيح والإيمان بالكنيسة هذه العقائد ليست مبنية على شاهد أو اثنين أو ثلاثة هذه العقائد مبنية على كل الكتاب وهنا السؤال هل عقيدة التجسد عقيدة كتابية ام انها من اختراع الانسان وده اللي بيقول لي عليه في الفيديو التاني يقول لي ايه هنا اول مسألة لازم ان تعرفها ايوة وليس عقيدة كتابية هو بيقول لك التجسد عقيدة ابئية وليست عقيدة كتابية يعني ايه الكلام ده يعني عقيدة اختراعها الاباء اختراعها اباء الكنيس وصارت عليها الكنيسة فيما بعد هذا الكلام طبعا يخلو من الصحة بل هذا الكلام يعتبر افتراء على اهم عقائد العقائد المسيحية وهي عقيدة التجاسد لله ومن يقول بهذا فهو لم يقرأ ولم يفهم ولم يدرس الكتابة المقدس للأسف شخص الدوله ميكروفون وقالوله اتكلم فليه نفسه بيكلم ولما بيكلم بينقض الكتابة المؤدس وبينقض العقائد المسيحية دون ان يقدم ما يؤمن به المسيحيون حقيقة في موضوع التجاسد الاله التجاسد ليس اختراع الاباء التجاسد هو عقيدة واضحة جدا منصوص عليها في نصوص كثيرة في العهد الجديد وانا ها اقدم لحضراتكم بعض النصوص وليس كل النصوص عشان الوقت بس عشان اوريكو الى اي مدى هؤلاء الاشخاص الذين يعني يقومون بنقد المسيحية اساسا لا يفهمون شيئا عن المسيحية لا يفهمون شيئا عن المسيحية ولم يقرأ الكتاب المؤدس انا اتحدان هو اري ارى الكتاب المؤدس وفهمه خليني اشوف البراهين الكتابية لعقيد التجاسد المسيح هل هناك براهين كتابية اساسية لعقيد التجاسد المسيح ام ان هذه العقيدة كما يدعي انها عقيدة ابائية ولكنها ليست كتابية هامشي مع حضرتكم واحدة واحدة رسول يوحنى حبيب تلميذ المسيح كاتب انجيل يوحنى وكاتب ايضا رسالة يوحنى الثلاثة وكاتب لسفر الرؤية يعني يوحنى كتب خمس اصفار من اصفار العهد الجديد كويس بيقول لنا ايه بيقول لنا في رسالته الاولى واصحاح اربعة وعدد اتناشر يوحنى بيقول لنا هذه الكلمات بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد يعني ايه جاء في الجسد ما تشرح لنا يا اللي بتعلن نفسك انك فاهم في الكتاب المؤدس يعني ايه جاء في الجسد يعني انت جسد يعني المسيح تجسد جاء في الجسد وكلمة جاء في الجسد تعني ان المسيح كان موجودا قبل التجسد فهو ازلي الوجود ولا يمكن لشخص ان يكون ازلي الوجود ان لم يكن هو من نفس جوهر الله اش كده يقول يحنى بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله يعني الايمان المسيحي من بدايته مؤسس على الايمان بان المسيح قد جاء في الجسد المسيح قد جاء في الجسد هذا هو يحنى نفسه الحبيب اللي كلمنا في انجيله عن ازليت المسيح في بداية الانجيل وعن ان كيف ان الكلمة صار جسدا كل روح وهنا الروح الذي لا يعترف بان يسوع المسيح قد جاء في الجسد كويس هو روح ضد المسيح ضد المسيح وعش كده ما يقول هذا الداعية او غيره كويس هو روح ضد المسيح ده 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 على فكرة يحنى تلميز المسيح وليس من الاباء اللي انت بتدعي انه هم اخترعوا هذه العقيدة طيب انقل الى نص اخر يحنى نفسه يحنى بيقول لنا هذه الكلمات والكلمة صار جسدا وحلى بيننا بمعنى انه سكن وسطينا نصب خمت وسطينا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوء نعمة وحقا هيجي واحد بقى من هؤلاء المسلمين اللي هم بيعتقدوا في انفسهم انهم اسكياء يقول لك اه بس مقدمة انجيل يحنى كانت ترنيمة وكأنه بيقول حاجة ضد الانجيل ويحنى اقتباسها مع اني انا لا اؤمن بهذا لكن هي مكتوبة بصيغة يعني ممكن تبقى ترنيمة لكن على الاقل لو هو فكر اذا كانت هي موجودة قبل ما يحنى يكتبها ويحنى كتب انجيله يحنى كتب انجيله زي ما احنا بنؤمن يعني انه في التمانينات من القرن الاول اذا كانت هي موجودة قبل لما يكتبها يحنى فده معناها موجودة من اول نشأة الكنيسة فمن اول نشأة الكنيسة الكنيسة بترنم للمسيح وبتقوله والكلمة صار جسدا وحلى بيننا يبقى هي ليست عقيدة ابائية ده بالعكس الاباء بنوا ايمانهم على ما اعلنوا لنا الروح القدس في الانجيل يعني ده شاهد معا وليس شاهد ضد لما تقول انها كانت ترنيمة موجودة قبل ما يكتبها يحنى ده شاهد معا وليس ضد ده بيؤكد وجودها السابق لانجيل يحنى ده بيؤكد ايمان الكنيسة الاول قبل ما حتى يحنى يكتب انجيله في شخص يسوع المسيح انا هو الكلمة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة وبعدين يجي يقول لنا والكلمة صار جسدا وحلى بيننا يعني الكنيسة من اول نشأتها بترنم للمسيح كلمة الله اجي الى شاهد اخر انا بس بقول لكم بحط قدام حضراتكم الشواهد اللي بتؤكد لنا التجسد الالهي علشان ما يجيش واحد لم لا يفقه شيئا عن الايمان المسيحي ويقول لك هذه العقيدة عقيدة ابائية هو فرحان بالميكروفون للدهول وتكلم بس لكن يتكلم جهلا طيب نيجي النص اخر في لب اتنين ماذا عن في لب اتنين هذا النص المشهور ويمكن اللي خدته اكتر من مرة فيه اكتر من حلقة بالتفصيل اللي بنسميه النص الخاص بالاخلاء اخلى نفسه الكينوسوس كويس الذي اسكان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذا وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب اخلى نفسه ترك مجده وبهاؤه لم يترك صفاته وطبيعته الالهية المجد اللي هو قال عنه بالمجد الذي لي عندك قبل كون العالم ارتدى ثوبنا اخذ جسدنا لكن بلا خطيئة يعني النص ده اساسا في طبيعته ينفي الادعاء الكاذب بان عقيدة التجسد عقيدة ابائية وليست كتابية وكأن الاباء اخترعوها وكأن الاباء اخترعوها الاباء لم يخترعوا شيئا الاباء اكدوا الايمان المسيح وصغوه في قوانين ايمان حتى لا يأتي مثلك ويطعن في الايمان المسيحي ويضل كثيرين لكن اللي عملوا الاباء هو انهم صاغوا هذا الايمان في عبرات قوانين ايمان صارت بين ايدينا النهار لكنها ليست ضد الكتاب بل بالعكس هي مؤسسة على الكتاب المؤدس الذي اسكان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه نزل اتى الينا نصب خمت وسطينا عاش في ارضنا وزي ما بيقول يعني اشعياء انه نبت قدامه كفرخ وكعرك في ارض يابسة هذا هو يسوع كلمة الله اللي قال عنه اشعياء نعتبنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدع اسمه مشيرا عجيبا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام ده يسوع شاهد اخر وده شاهد مهم جدا لانه مش بس بيقولي عن التجسد الالهي لكن بيقولي كمان سبب من اسباب تجسد المسيح يعني لو عايز افهم لماذا تجسد المسيح لماذا تجسد الكلمة هأرى بس عبرانين اصحح اثنين من خمسة لتمنتاشر وهلاقي في سفر العبرانين في هذا الاصحح سبب اثنين وثلاثة واربعة لماذا تجسد المسيح كويس لكن في هذا الاية المهمة يقول فإذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم احنا كبشر كلنا مشتركين في اننا بشر مكونين من لحم ودم ده طبيعتنا الجسدية صح يعني يعني ده ده دي الانسانية ده الانسان ده البشرية ده الجسد البشر مكون من لحم ودم يسوع اشترك هو ايضا كذلك في هما يعني مسيح صار ايضا لحم ودم اتحد بجسد لماذا لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس لكي ما يكون نائبا عن الجنس البشري لابد ان يكون انسانا مثلنا وكلمة الله الازلي يسوع المسيح صار انسانا مثلنا في كل شيء مثلنا لكن بلا خطية فالصحق ان يكون ادم الاخير عكس ادم الاول الذي كان نائبا عن البشرية ممثلا للبشرية والذي سقط وسقطت فيه ايضا البشرية يسوع المسيح هو ادم الاخير مش ادم التاني ادم الاخير لانا ما عندنا اشتاني هذا ادم الاخير هو الذي اناب عنا فزيما سقطنا في ادم ايضا عندما اناب عننا ودفع تمن خطيانا على عود الصليب وكأننا نحن دفعنا تمن خطيانا عشو كده اشعياء بالروح الكدس يقول وهو مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اهو لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت فالرب وضع عليه إثما جميعنا الحمل الذي أناب عنا ومات نيابة عنا لأن أجرة الخطيئة موت واضحة الفكرة الفكرة اللي أنا عايز أقدمها لحضراتكم ليست هي فكرة من اختراع إنسان لكن الفكرة اللي أنا عايز أقدمها هي أن التجسد الإلهي عقيدة والإيمان بأن كلمة الله الأزلي يسوع المسيح قد جاء إلينا في الجسد هذه العقيدة عقيدة كتابية مؤسسة على نصوص من الكتاب المقدس مؤسسة على مين هو يسوع المسيح وطبعته أجي إلى شاهد آخر لم يقول بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد بالإجماع هذا هو الإيمان المسيحي الإيمان المسيحي مؤسس على أن الله ظهر في الجسد يقول لي واحد من يعني اللي أرى له كلمتين ثلاثة ويقول لك أعلى بس الآية دي فيها اختلاف إرايات في مخطوطات أخرى وانا كلمت عن الآية دي في اختلاف المخطوطات في حلقات سابقة كميس وقلت أن الإراية الأصح والأدق هي إراية الله ظهر في الجسد في في اللغة اليونانية في اختصارات كويس وزي ما قلت الحضر لكم الاختصارات دي مرتبطة بالأسماء الإلهية الأسماء الإلهية أو الأسماء المقدسة زي الرب يسوع المسيح الله دي دي الأسماء المقدسة فلما بيجوا يكتبوها في اللغة اليونانية في المخطوطات بيكتبوها ب اختصار وعلى الاختصار ده بيحط فوق شرطة عشان تفهم وانت بتقرأ انه ده اسم مقدس اسم مقدس فتحط عند الاسم المقدس هنا كويس لم يقول الله ظاهر في الجاتل كلمة فيوس اختصار اختصارها الحرفين دول الاولانين اللي هي اول سطر وكلمة الذي في اليوناني تعني هاس اللي هي الكلمة التانية الفرق بين الاولى والتانية ان الاولى الحرف الاو او الدايرة فيها شرطة في النص التانية ما فيها الشرطة وهذا كثير ممكن الناسخ يخطئ في الاراية او في الناسخ ممكن ينسى الحرف اللي في النص الشرطة اللي في النص دي فتحولها من الله الى الذي وهكذا لكنها ليست خطأ مقصود حتى في الاختلافات ده خطأ نسخ عادي لكن الاراية الاصح والاداق والمعتمدة والذي لها ايضا ادلة كثيرة هي انها الله ظهر في الجسد وحتى لو خط الذي ظهر في الجسد هو نفسه بيكلم عن الله النص نفسه بيكلم عن شخص الرب عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ماذا عن كلوسي بس انا بقول حضراتكم انا بجيب بعض الشواهد وليس كل الشواهد بولس الرسول في كلوسي واصحح واحد بيقول لنا آية جميلة جدا والنص كله على فكرة من عدد اتناشر الى عدد تسعتاشر او عدد عشرين نص مليان بالاعلانات عن مين هو يسوع المسيح لكن من ضمن هذه الاعلانات يقول الذي هو سورة الله من رآني فقد رأى الآب أنا والآب واحد الذي هو سورة الله غير المنزور رأينا الله في شخص يسوع المسيح وبعدين يقول لأنه فيه في مين في المسيح سر أن يحل كل المل كل مل الله كل اللهوت شكده يسوع كان انسانا كاملا وإلها كاملا التجسد ده التجسد شاهد اخر بقول لنا بوترس رسول في رسالته الاولى وفيه اصحاح ثلاثة وعدد تمنتاشر بقول لنا فإن المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل الاثمة لكي يقربنا الى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح ده المسيح ده المسيح فيه اية اخرى جميلة جدا ويمكن الاية دي بنسبالي تعتبر يعني زي ما قول مربض الفرس ولو فهمناها نفهم كلام المسيح وفهم يسوع المسيح عن طبيعة شخصه وعن تجسده في حوار الرب يسوع مع الكتبة والفرسين في يحن اصحح اثنين بعد ما دخل الهيكل يعني وطرد باعت الحمام الى اخره يقول انه ان الناس قالوا له اي اية تعطينا حتى نؤمن بك قلنا اية اعمل لنا حاجة اعمل لنا عجوبة تعرفين الكلام ده اساسا يعني الرب يسوع عمره ما مشي بحسب اهواء الناس عمره كويس يقول الكتاب اجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل نكلم على الهيكل هيروديس الهيكل اللي مبني اللي قعد في ترميم وتكبيره ستة واربعين سنة يشتغل فيه لما بقي تحفة من المتاحف الجميلة في ذلك العصر يقول يقول انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاثة ايام اقيمه اه ده يعني عارفين لما تقول حاجة بس different meaning الناس تفهم بمعنى بس انت بتقصد معنى اخر كويس فقال اليهود اليهود فهمه هو بيكلم على مين كلم على الهيكل اللي موجود الحيطان الحيجارة المبنى الضخم دو المسيح بيقول انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاث ايام اقيمه فهم على طول فهمه ان هو بيكلم عن هيكل الموجود هيكل هيرودس فقال اليهود في ستة واربعين سنة بني هذا الهيكل هيكل ده بنى في ستة واربعين سنة افأنت في ثلاثة ايام تقيمه كميس الاية اللي بعد كده مهمة جدا الاية اللي بعد كده بتقول واما هو فكان يقول عن هيكل جسده اما هو فكان يقول عن هيكل جسده يعني ايه كلام في القديم ومن خلال معاملات الله مع شعب اسرائيل كان حلول الله واعلان حضوره واستشعبه من خلال يا اما خيمة الاجتماع او فيما بعد صارت الهيكل وكان الله وكان الله يعلن حضوره واستشعبه عما نئيل مع شعبه كويس ولما كانت الخيمة تنصب كانت لابد انها تنصب في وسط الشعب بمعنى بمعنى عندنا اتناشر سبت عندنا اتناشر سبت اتناشر سبت كل تلات اصبات كانوا بياخدوا زاوية من الاربع زوايا بتوع الخيمة فتلات يبقوا ناحية الشرق وتلات اخرين ناحية الغرب وتلات ناحية الشمال وتلات ناحية الجنوب وفي النص في النص كان يبقى الخيمة وعندما يعلن الله حضوره كانت سحابة تغطي هذا المكان دي نقطة مهمة جدا فالله كان يحضر وسط شعبه من خلال الخيمة او من خلال ايضا الهيكل عندما يغطي مجد الله والسحابة الهيكل لكن لا الهيكل ولا الخيمة كانت اعلان حقيقي لحضور الله واستشعبه كانت ازهار لحضور الله كويس لكن في ملء الزمان حضر الله وسط شعبه عندما صار الكلمة جسدا فالله ليس في الهيكل زي ما قال سليمان انه ازاي يعني هذا الهيكل ليس مجرد لسكناك لانك لانك انت تملأ السماوات والارض فكيف لله الغير محدود انه يحتوى في مكان واضح الفكرة لكن في ملء الزمان اتى الله الينا في يسوع المسيح وعشان كده جسد يسوع المسيح هو حضور الله وسط شعبه كان هو يقول عن هيكل جسده هذا الجسد هو الهيكل الذي فيه حل كل ملء الله فعش كده كل ما فعله يسوع هو فعل الله وكل ما قاله يسوع هو قول الله وكل ما امتدت يد يسوع لتصنعه كانت يد الله هي العاملة ورأينا وجه الله في يسوع المسيح رأينا الله بكمال في يسوع المسيح الذي قال أنا والآب واحد من رآني فقد رأى الآب عندما شف المرضى رأت الجموع الله الذي يشفي عندما أقام الموتى رأت الجموع الله الذي له السلطان على الموت عندما انتهر الريح والبح رأت الجموع الله الذي له سلطان كامل على الطبيعة عندما اخرج الشياطين من الانسان رأت الجمعة قدرة الله على العالم الغير المرئي هيكل جسده هيكل جسده دي اية مهمة جدا تكلمني عن التجسد الالهي لكن الاسف كثيرين اليوم عاملين زي قادة اليهود اللي فيهمهم غلط وبفهموا كلام المسيح خطأ عشان كده ان لم يغير الروح القدس القلب والفكر لن يتغير الانسان ان لم يعطي استنارة بالروح القدس استنارة بالروح القدس طيب اناقلي الى جزء اخر دي عبارة طبعا بالذات الدكتور منقذ دايما يقتبس غلط من حنة جرجس الخضري دكتور حنة جرجس الخضري لكن انا جبت له اقتباس من كلام الدكتور قص حنة جرجس الخضري في تاريخ الفكر المسيحي وبيكلم عن التجسد يقول ليه يسوع الناصري ابن مريم يسوع المسيح ابن مريم الناصري من الناصرة هو يسوع المسيح ابن الله مهم جدا الكلمة الذي صار جسدا هو الله نفسه كلمة الذي صار جسدا هو الله نفسه الطفل الذي ولد في بيت لحم اليهودية في حوالي سنة اربعة قبل الميلاد هو عم نؤيل الذي تفسير الله معنا الله الذي يملأ بجلاله وعظمته السماوات والارض الله المعبود من الملائكة صار جسدا ده التجسد بالإلهي طيب بالنسبة بقى للي هم عملين نفسهم يعني أسكى إخواتهم ويقول لك عقيدة التجسد عقيدة أبائية لكنها ليست عقيدة كتابية يعني كل الشواهد دي هو لم يقرأها أنا جبت عينة الوقت أنا عارف دوقتنا دايما محدود بالساعة كل الشواهد دي بيدرب بيها عرض الحقت ويجي يتفلزك ويدلس ويجذب ويعلن جهله ويقول لك هي عقيدة أبائية لكنها ليست عقيدة كتابية وبعدين يقول لك حاجة تاني بقى يقول لك أنا عارف هي جات منين يعني دا يعني دا يقول لك أنا العقيدة دي أنا عارف هي جات منين أنا عارف المسيحيين جابوها منين طب جابوها منين شوف كيف ومن أين أتت فكرة التجسد بحسب فكرة هؤلاء فكرة دول دول ليسوا يعني واحد ما بيعتبره مش حتى أقول دارسين مش دارس هو بيعمل بيروح يقتبس من أي كتابات أخرى كويس واقتباس حتى ينزعوا من القرينة بتاعته والسياق بتاعته ويجي يقول لك فنشوف بقى هنا بيقول لك من أين أتت عقيدة التجسد نسمع كويس من أين أتت أيوة عقيدة آبائية كنسية الكنسة اخترعتها أو الأباء اخترعوها ويه المسيحيين اتبعوهم نسمع تاني من أين أتت عقيدة آبائية كنسية الكنسة اخترعتها أو الأباء اخترعوها ويه المسيحيين اتبعوهم ماذا أقول وأي شيء يقال بعدما قيل يعني يعني زي ما بقول هو فرحان ماسكه ميكروفون وقال له تكلم فيقول لك هي عقيدة آبائية والكنيسة تبعتها عقيدة آبائية والكنيسة تبعتها طيب عقيدة كتابية والكنيسة تبعتها من أين أتت من أين أتت عقيدة آبائية كنسية الكنيسة اخترعتها طيب هل فكرة التجسد بقى هنا هو هل يروح بعد كده إلى نقطة أخرى هل فكرة التجسد مأخوزة من الأساطير القديمة هذا الإدعاء هو إدعاء مع إنه إدعاء كاذب إلا إنه في ذاته إدعاء شيطاني إدعاء شيطاني لإنه يطعن في طبيعة المسيح وألوهية المسيح ودايما لم حد بيقول لي إنه هذه العقيدة مثلا نتكلم عن الملاد العزراوي أو نتكلم عن التجسد أو نتكلم عن حتى قيامة المسيح يقول لي هي مأخوزة من الأساطير لو حد قال لك مأخوزة من الأساطير ها هقول لك إزاي اللي بيقولوا ده من الصحة قل له قل لي التفاصيل بتاعة الأساطير هيقول لك من إزيس وأزريس ومن حورس وإيه الكلام المحفوزة قل له اديني تفاصيل استورية إزيس وأزريس تبايس لأنه لأنه أول ما دخلت في التفاصيل هتشوف أنه ده موضوع بعيد كل البعد عن الإيمان المسيحي كل البعد عن الإيمان المسيحي حتى في العلاقة الجنسية والأمور اللي كانت موجودة في الأسطورة من أمور جنسية من ممارسة الجنس في البطن إلى أخر الأمور دي كلها لا تمتل صلة لا بالميلاد العزراوي ولا بقيامة المسيح ولا بأي حاجة نهائي حتى الأسطير اللي بتكلم عن مجيء الأليهة ونزلهم وسكنهم في بشر إلى آخره لا تمتل صلة للإيمان المسيح والعقيد المسيحية ليه لأنه التجسد الإلهي ما اخترعش بعد المسيحية بربعمائة سنة ده التجسد الإلهي منصوص عليه في العهد أسفار العهد الجديد اللي تكتبت بعد المسيح مباشرة واللي كتبها شهود عيان كانوا معاصرين للمسيح لو المجد يعني أنا قدر أقول أنه معظم معظم ما قيلة في الأحاديث عن رسول الإسلام هي أسطير هي أسطير ليه لأنها تكتبت بعد رسول الإسلام بأقل يعني بأضع في الإيمان بمئتين سنة واللي كتبها لم يكن معاصرا حتى لرسول الإسلام فهي أسطير لما تيجي الواحد تقول له رسول الإسلام لم يصنع معجزة يقول لك لا 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 ده هو أقام جزع نخلة يا حلاوة أقام جزع نخلة ما عمش شفت الفيديو مرة جبته أقام ما هو أقوى من إقامة ميت بشري أقام جزع نخلة وجزع نخلة أسطير حتى حتى الأمور المرتبطة بالأنبياء والأمور دي كلها أسطير يعني جبوها منين سموها في الآخر سموها إسرائيليات يعني وحاولوا ينقوا ما يعني يقدروا عليه لكن فكرة تجسد المسيح أبعد ما يكون أنها مأخوذة من الأسطير لأنه اللي كتبها واللي أعلنها واللي بشر بيها كانوا يهود رسل المسيح واليهودي معروف عنه لا يكن لك آليات أخرى أمامي ولا يمكن أن يقتبس من أساطير للأمم ويجعلها جزء من إيمانه اليهودي أه تشوف نسمع نسمع طيب من أين أتوا بهذه العقيدة عقيدة مستنسخة من الوثنيات عقيدة مستنسخة من الوثنيات أنا أولا باعتذر لأنه أكيد الكلام اللي زي كده يعني مفروض ما نسمعه وإذننا تكون أنظف من أن نسمع كلام زي كده بس أنا بأريكو يعني النقد الموجه للإيمان المسيحي وللأسف من ناس لا هي فهمها ولا هي درسة ولا عارفة ولو نقشته في الموضوع ده يمكن ما تعرفش ترد عليك وكل الآيات اللي احنا جبناها والشواهد الكتابية والنصوص الكتابية اللي بتتكلم عن تجسد المسيح هو لا يعرفها وكأنها غير موجودة هو بغبغان يردد دون فهم عافين زي ما احنا نقول في المصر كده حافظ مش فهم يريته يقضي وقت يفهم قبل ما يتكلم لكن هنعملي هذا هو واقعنا وهذا هو الواقع الذي نتعامل معه كويس نجي الى طيب من اين اتوا بهذه العقيدة عقيدة مستنسخة من الوثنيات طيب من اين اوكي اجي الى سؤال اخر اجي الى سؤال اخر كيف يمكن ان الله ان الله صار انسان بمعنى انتحول الى انسان وانا مش ممكن ان الله يتحول الى انسان واش كده لما بنؤمن ان الكلمة الغير محدود الذي هو روح اتحدى بجسد لم يتحول اتحدى بجسد دون ان يؤثر هذا الجسد المحدود على طبيعته الالهية الغير محدودة ودون ان يلغي او تلغي الطبيعة الالهية الغير محدودة الجسد بمحدوديته عشان كده كان بيجوع بيعتش بينام بيحزن بيبكي لكن في نفس الوقت يقف في انتهر الريح والبحر يخرج الشياطين بكلمة يقيم الموت بكلمة احنا مش شايفين فيه تناقض مش شايفين فيه تناقض ويمكن قلت المثل ده مرة ومرتين وثلاثة قبل كده لكن خلينا اقوله تاني لانه التكرار بيعلم شو الطار هذه هذا المج او الكأس كباية دي كباية دي لو فضية يبقى فيها هوا هذا الهوا من نفس طبيعة الهوا اللي موجود في الستوديو ومن نفس طبيعة الهوا اللي موجود في الخارج لكن ايه الفرق بين الهوا اللي في الكباية هنا والهوا اللي برا ان الهوا اللي في الكباية اخد شكل الكباية دون ان يتغير في طبيعته وخصائصه ده اللي حصل بالزبط في التجسد ان الله الروح كلمة الله يسوع المسيح الذي هو بطبيعته روح غير محدود ارتدى انه يأتي ويأخذ شكل ها وطبيعة جسدنا ويصير انسان لم يتغير لم يتغير الكتاب المؤدس هل الكتاب المؤدس بينفي عقيدة التجسد صور مع البسطاء في الايمان المسيح كأنهم ما يعرفوش حاجة وييجي واحد يقولك لا حصلوا فيه نصوص تتعارض مع التجسد او ورينا سمعنا اتحفنا بهذه النصوص انا هتحفكم ببعض هذه النصوص كويس فيه بقى في الكتاب نصوص كتيرة جدا جدا ضد التجسد ايو زي نص سفر العدد ايو ليس الله انسانا فيجذب ولا ابن انسانا فيندم هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفعل لكن اول 827 لانه هل يسكن الله حقا على الارض هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك فكم بالاقل لهذا البيت الذي بنيته دي النصوص تتعارض مع التجسد النص الاولاني كويس النص الاولاني ليس الله انسانا فيجذب ولا ابن انسان فيندم فبما انه ليس الله انسان فمش ممكن الله يكون انسان واضح الفكرة اللي عايز اقولها ده هنا بيقولك الله غير الانسان لانه الانسان بطبيعته ممكن يجذب والانسان بطبيعته ممكن يندم انا ممكن اوعد ابني حاجة النهاردة واجي بكرة ما قدرش اعملها اندم عليها ان انا وعدته فبيقول الله غير كده الله غير كده ده بيكلم من حيث الوعود من حيث الامانة ما قالش ان الله ما يكونش انسان لكن الله قال مش هيكون زي الانسان في عدم امانته زي الانسان في ندمه زي الانسان في كذبه الله مختلف ده مش بتكلم عن التجسد ملهوش علاقة هذا النص من قريب او من بعيد بالتجسد صدعتونا به وهو اساسا ملهوش علاقة بالتجسد المسيح يعني ليس الله انسانا فيكزب ولا ابن انسان فاندم حتى لو اريد بقيت السياق يقولك ايه او يتكلم ولا يفي اني قد امرت ان ابارك فانه قد بارك فلا ارده ابن بعور الذي اجر من قبل بالك كويس انه يلعن شعب اسرائيل كل مرة ييجي يلعن شعب اسرائيل ينطق كل مرة يجي يلعن شعب اسرائيل ينطق بالبركة فالرب بيقول انا مش هغير رأي انا اريدي بريكة هذا شعب مش هغير رأي انا مش زي البشر ده اللي عايز اقوله الرب يعني انت استعارة مكنية انت حتى مش فاهم النص بيقول ايه نهاي والنص التاني لانه هل يسكن الله حقا على الارض هو ده السماوات وسماء السماوات لا تسعك فكان بالاقل هذا البيت الذي بنيته ايوه ده حقيقي ده ايمانا لان الله غير محدود لكن هذا لا يتعارض مع التجسد زي ما فهمتك من مثل الكباية لا يعترض لا يتعارض كون الله غير المحدود الابن الادلي الغير المحدود كونه انه يأتي الينا في جسد لم يغير من طبيعته الغير محدودة لم يغير هو مين اللي يمشي على المية مين اللي اوم ميت انتن بقاله اربع تيام مين اللي يقول البحر والريح اسكت ويبكم فيهدأ لم يغير وان كان المسيح في حياته على الارض من اجل فدائنا لم يستخدم طبيعته وصفاته الالهية كويس في مواقف كثيرة من اجل الفداء من اجل الفداء لكنه هو الله بكماله طبعا من اعجب الامور ومن الخرافات اللي بتكلم عنها وفيش وقت ان انا ارد عليها لكن يقولك انه مأخوزها من فكرة الحية او الشيطان اللي تحول الى حية ياريت كانان دي وقت ان انا ارد على هذا الادعاء لكن اللي عايز اقوله احباء انه ايماننا المسيحي في تجسد المسيح الكلمة الذي صار جسدا هو ايمان مؤسس على كلمة الله على الاعلان الالهي الذي اعلنه لنا الله في الكلمة المقدسة كل سنة وحضراتكم طيبين والرب يبارك حياتكم